رسميا أحدث هواتف أوبو أصبح متوفر في الأسواق الجزائرية وهو الأوبو رينو 8 نسخة 4G حيث تعتبر سلسلة الرينو محببة لدى الكثير من المستخدمين ولكن للأسف الهاتف لم يأتي بأي جديد على هاتفها السابق لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على أهم المميزات والعيوب وهل يعتبر خيار جيد للشراء أم لا السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء تقنية أولا نبدأ بسعر الهاتف مباشرة حيث جاء بسعر حوالي 7 ملايين وفي بعض المحلات ستجده أقل ثانيا تصميم الهاتف صراحة من أفضل الهواتف من ناحية التصميم نعم التصميم هو نفسه تصميم هاتفية السابق الرينو 7 ولكنه يأتي بتصميم جميل جدا وأنيق أيضا الهاتف لديه ضوء ليد يضيء حول الكاميرات الخلفية أثناء تلقي الإشعارات أو شحن الهاتف والهاتف يأتي بخامات من البلاستيك سواء في الظهر أو الإطار ومقاوم لقطارات الماء الخفيفة فقط أيضا الهاتف يأتي بلونين اللون الأسود واللون الذهبي ويأتي بوزن خفيف ويسهل استخدامه بيد واحدة وأما تصميم الشاشة فتأتي على شكل الثقو في أعلى اليسار مع حواف قليلة على الجانبين والهاتف يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الفيس انلوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم تركيب الذاكرة الخارجية ومنفذ السماعات وأما منفذ اليسبي فيأتي من نوع طايب سي مع دعمه لخاصية الـ OTG وبالنسبة لشاشة الهاتف فلم تتغير أيضا على هاتفها السابق يعني نفس الشاشة فهي من نوع أموليد بحجم 6.43 إنش بدقة الـ Full HD بمعدل كثفة بيكسلات 4.9 بيكسل لكل إنش تدعم معدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع باندا غلاس أيضا للأسف الشديد سنجد نفس المعالج الموجود في هاتفها السابق الـ Reno7 نسخة 4G وهو سناب دراجون 680 بدقة تصنيع 6 نانومتر كما رأيكم تشوفوا معالج فئة اقتصادية موجود في هاتف بسعر حوالي 7 ملايين صراحة مهزلة وضحك على المستخدمين هذا المعالج حصل على منصة أنتوتو على أكثر من 200 ألف نقطة ومقارنة بالمنافسين أو بمعالجات أخرى سنجد فارق كبير وكبير جدا من ناحية الآداء والهاتف يأتي بذاكرة تخزين واحدة 256 مع 8 جيجا رام ويأتي بنظام الأندريد 12 مع واجهة الـ ColorOS 12.1 وبالنسبة لبطارية الهاتف 3 بحجم 4.5 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 نوات أيضا هاتف الأوبو Reno8 نسخة 4G لديه ثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.7 والكاميرا الثانية تدعم دقة 2 ميجابيكسل وهي كاميرا خاصة بالتصوير أو تصوير المايكلوسكوب أي تقريب الأشياء وأما الكاميرا الثالثة فتدعم دقة 2 ميجابيكسل وهي كاميرا خاصة بالعزل وسنجد أيضا فلاش أحادي من نوع LED مع أو جانب الكاميرات الخلفية والهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة HD والفل HD بمعدد 30 FPS وأما كاميرا السيلفي فتدعم دقة 32 ميجابيكسل وأخيرا نأتي للمميزات والعيوب التي يأتي بها الهاتف أولا كالعادة نبدأ بالمميزات تصميم مميز جدا مع إضاءة LED حول الكاميرا الخلفية تضيء مع الإشعارات أيضا تميز الكاميرا بكاميرا مايكروسكوب تقوم بتصوير الأشياء عن قرب حتى زوم 30X أيضا للمميزات أن البطارية راح تحكم لك اليوم بسهولة والصفة وير مستقر جدا أيضا الشبكات ممتازة ومستشعرات مضبوطة جدا وأما عيوب الهاتف صراحة سعر مبالغ ومرتفع مقارنة بالمواصفات ومقارنة بالمنافسين أيضا الصوت ليس ستيريو يعني صوت مونو عادي والكاميرا لا تدعم تصوير الفيديو ودقة الفوركاي ومن العيوب وهو المعالج صراحة معالج ضعيف بالنسبة لسعر الهاتف حوالي 7 ملايين وهذا المعالج موجود في هواتف 3 ملايين أيضا الحافة السفلية للشاشة كبيرة وخلاصة القول أن هاتف الأوبو رينو 8 نسخة الفور جي هو نسخة طبق الأصل من هاتف الرينو 7 نسخة الفور جي بدون أي تغيير يعني إذا كان لديك هاتف الرينو 7 فلا أنصحك بالترقية لهاتف الرينو 8 وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف هو سعري؟ رجاء نشارك ونراكم في التعليقات دمطن في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر